تسلم فخامة الرئيس ألبيرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين في حفل رسمي أقيم في القصر الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس أوراق اعتماد سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة سفيرا فوق العادة ومفوضا لمملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين والمقيم في واشنطن بحضور عدد من أصحاب السعادة المسؤولين والسفراء ونقل سعادة الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة تحيات جلالة ملك البلاد المعظم والسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى فخامة الرئيس الأرجنتيني وتمنيتهما لبلاده وشعبه مزيدا من التقدم والازدهار كما أعرب سعادته عن اعتزازه الكبير بثقة جلالة ملك البلاد المعظم واعتزازه بتمثيل مملكة البحرين لدى جمهورية الأرجنتين مؤكدا حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتفعيلها في شتى المجالات بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون الثنائي المشترك من جانبه رحب فخامة رئيس جمهورية الأرجنتين بسفير مملكة البحرين لدى بلاده مثمنا العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الأرجنتين وكلف سعادة السفير بنقل تحياته إلى جلالة ملك البلاد المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنيته لمملكة البحرين حكومة وشعبا مزيدا من التطور والنماء متبنيا لسعادة السفير التوفيق في عمله وأن يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع بين البلدين مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهمه كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات البلدين في مختلف المجالات وتأكيد على أهمية المضي قدما في العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات وزيادة حجم التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات المهمة والحيوية إضافة إلى التباحث حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك